اليوم ببساطة وزن اللاعب راح يساوي طاقاته هاري ماغواير 100 كيلو انا كنت صراحة ما متخيل انه 100 كيلو متخيل اقل فطاقاته راح تكون 100 يعني 99 يعني اقوى لاعب بفيفا ممكن يكون هاري ماغواير اعتماده باختيار اللاعبين راح يكون على هذا الموقع اللي بيعطيك اللاعب مركزه يعني طبعا وشوه الكرت وقديش طاقاته فنحنا منختار مثلا نطلع لنا كريزمان منختار كريزمان ومنشوف من هون وزنه قديش وزنه مثلا 73 فريده بيكون 73 يعني بينزر ريته هيك 10 وبيفوت على التشكيل كريزمان كان مثال يا جماعة بعد كل 3 لاعبين عشوائيين بختارهم بعجلة الحظ راح نختار لاعب نحنا نختاره فمثلا انا ممكن اختار هاري ماغواير لانه وزنه تقيل فهيك انا بحق لي تقريبا اختار 4 لاعبين ممكن بالفريق كله والباقي راح يكون عشوائي 100% الوزن مهم اللاعب مو مهم يعني كريزتيانو وزنه اقل من ريته الحالي فرح تكون فكرة مجنونة فقديش وزنك على هالأساس فجر زر الاشتراك يعني اذا وزنك انت 70 كيلو اشترك 70 مرة ونفس الوقت لا تنسوا دمروا 100 كيلو 100 الف لايك على وزن ماغواير وهيا بناب فلن نبدأ طبعا الفريق فاضي تماما ما في ولا لاعب سميناه كريش لانه اللاعب اللي عنده كريش رح يفيدنا جدا بالريت حطينا طبعا بالبريمر ليغ لح نشوف هذا الفريق قديش رح يحقق نتائج بالبريمر ليغ خلينا نروح لأول لعب عشوائي بعد ثلاث لعبين عشوائيين بحق اللي يختار اللاعب اللي بديه فهيا بنا بنعمل سبين ستوب على المركز بيطلعنا لعب صالح لعب كام بعدين بيطلعنا لعب جولد بعدين زايت خمسين فرنسي مارسيليا باييت على ما اعتقد وزنه يعني ممكن يكون بالسبعينة ووزنه سبع وسبعين يعني ريته منزل كتير يا جماعة رح نلعب بي باييت بي ريت سبع وسبعين الحلقة ممتعة والفريق ممكن يطلع فيه طلاقوضات كتير اذا متر ما شايفين حولنا طاقات باييت لسبع وسبعين وعلى هالاساس رح نكمل الفريق اول شي بنعمل ستوب للمركز بيطلعنا حارس لازم يكون وزنه كويس حسب الحارس نشوف كوبة ليبرتادوريس وزائد اربعين هو حالي والله شكله هذا يعني ممكن يكون وزنه حلو اذا هذا هو اللعب على ما اعتقد نعم هذا هو خليق فرجينا وزنك وزنك اديش وزنك تسعة وثمانين كيلة يا جماعة الله واقلا الحلقة ممتعة اكتر ما كنتم تصور اذا صار عنا حارس بتسعة وثمانين ريت اذا باييت سبع وسبعين وبوني اذا تسعة وثمانين خيالي جدا الصراح الحمد لله انه هذا وزنه هو طويل مية وتسعة وثمانين سنتي ووزنه مثالي ولكن من لسبي انه ريت عالمي يطلع خلينا نروح للاعب العشوائي الثالث وبعدها انا رح اختار اللعب اللي بدي استوب للمركز طلعنا استي مهاجم يا رب مهم جدا هذا المهاجم مهم جدا وبعدين زاد خمس او لا 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 الله الان جنسيتك روح 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 انت ماناك موجود اصلا انا ماشفت حدا انت شفتوا حدا نرجع بنعمل استوب على المركز كام وبعدين جولد وبعدين اربعين كام ايطالي المهم الوزن بيليغريني والله ما اعتقد الوزنه تيل كتير اذا لورينزو بيليغريني هو طاقاته عالمية صراحة اديش وزنه 77 رح ينزر ريتو من ال84 لل77 ولكن ما علينا اللعب جيد بيضال جيد اذا متل ما شايفين صار بطاقات 77 وحاليا اللعب اللي انا بدي اختاره واللي هو هاري مانجوير اللي رح يصير طاقاته 99 ياسادة 100 كيلو هذا اللعب الاول انا حاطه طاقين عليه هو علوان الحلقة اذا كل ثلاث لعبين بحق اللعب اذا هاي هي بطاقة هاري مانجوير الايكون اللي صارت قيمته 250 مليون تحول بيوم الليلة على فكرة لما يطلع لك سيلفر ممكن يطلع اللعب وزنه كبير لانه ما يكون ملتزم يعني خلينا نشوف رح نجرب اذا هذا هو اللعب خلينا نشوف بتحمس جدا هو ريتو 66 وزنه 75 والله جيد يعني بصير ريتو جيد وبيلعب بهويسكا باسبانيا ايضا تحول ريتو لخمسة وسبعين ولحد الان مصر عنا ريتات 60 او 50 ونحن معرضين لانه في لعبين وزنه 60 كيلو بعدين وولد كوب بلاير لعب كاس عالم بعدين زايد 50 هولندي دي باي قديش وزن دي باي لازم كان يطلعنا هازارد البورغر بس منفيس يعني ما كتير وزنه لازم يكون قوي جدا يا 78 يعني ما نزل ريتو كتير بنقدر نلعب بدي باي بمستوى اقل من مستوى يلا معلن اذا منفيس دي باي 78 بعدين لعب كاس عالم زايد 40 امريكا البولندي ما بعرف صراحة شو وضع اللي نشوف اوو 81 كيلو يا جماعة عالمي جدا يعني بتطلع طاقاته من 72 لل 81 بيصير عنا ظاهير يسار ممتاز اذا هذا هو الريكا ال الو بي صار طاقات واحد وتمعني ان الله يضيم الصح عليكم ان شاء الله بتسمعنا اكتر واكتر من اجل حلقات قادمة راحين جدا هلا اللاعب اللي أنا راح اختار والله ما بعرف مين شوف ادامة راوري انك تحطوا الو بي ريت 6 والله تكون ممتعة راح اختار ادامة لو عضل ورح نخلي استفادن عضلات ورح نخلي استفادن ادامة 26 حاول تختار لعب معروف اكتر من ان يروح للكيلوات زادي ولكن الاختيار القادم راح يكون على الكيلو فقط راح نشوف مين اعلى وزن بفيفا راح نبحث راح على العشوائي زايد 50 مصري اتحاد حامد حامد لاعب مصري ما اعتقد صعب جدا صعب طارق حامد 67 كيلو يا قدا خربت لنا بيتنا راح يلعب 67 را اذا لعب السعودي طارق حامد راح يجي 67 را مع الاسف وزنه مثالي جدا جدا اللي بعد وعطونا مراكز لازمتنا CM بعدين جولد بعدين 40 را فرنسي وفانتوس رابيو رابيو طويل كتير لازم يكون وزنه حلو حيف بس طويل يعني لازم خلينا نشوف خلينا ما نستبق الامور 80 كيلو 80 يعني ما راح نغير في شي راح نجيب رابيو متل ما هو اذا اللاعب عشوائي اخير واذا عجل تلحظ ما اعططني لاعب قوي راح اضطر انه دور على لعب 100 كيلو سي بي خلينا نشوف جول بعدين زاية 80 فرنسي كون خلص انسوا انه كوندي لعب قوي بتطور 75 ريت رجع لجزئين فيفا لورا كوندي اذا بعد عدام راوري اخترنا طارق حامد 67 كوندي 75 رابيو 80 وحاليا حانا وقت اللاعب اللي انا سأختار واسه المرة سأجب لكم لاعب على كيف اوه وهنا اقف وقليل انطلع يا جماعة أتقى اللاعب زلاتان برايموبيج مية وكلتين متر ما شايفين عندك هارو ماغوير في عنا رح اخذ اكيد الكبير رح اخذ الكبير ايه برايموبيج اذا وصل الزعيم وصل عبو المية وكلتين وصل ايه زلاتان اذا اللاعب الوحيد اللي فورا نجبناه على النادي بدون ما بنعمل له مشاكل عبدون عطيل بده 99 ريت الكبير زلاتان برايموبيج فجرين الوزن والكروج تيم اوف ذا ويك اكيد مصبت امور هذا تيم اوف ذا ويك استي الماني والله راسك حلو ممكن يكون حلو اذا 23 كيلو والله طلع هذا الفول كروج ونحنا بحاجتك كمهاجم ثروي مع زلاتان حلو حلو جدا حلو شكرا لعجلة الحاط لأننا لعب من حيث ولا نحتسب ثلاث وثمانين ريت سيلفر بعدين زاد اربعين برتغالي ممكن يكون حلو ممكن يعني خلينا نشوف والله واثنين وثمانين والله مدافع اثنين وثمانين ريت جبناه اثنين وثمانين كيلو شكرا عجلة الحال اذا فريدريكو فنانسيو البرتغالي بأي بار صار ريت وثنين وثمانين صار لاعب ممتاز جدا بس رح تخرب طاقات ولا لانه على ما اعتقد انه نحيف شوي اذا وزنه 63 يا جواه خربنا اللاعب هذا من اكتر لعبين اللاعبين اللاعبين يطوروا صراحة بالأربي راح فيها نزل ريت و 17 يا ريت وما طلعنا يا جماعة لانه من اللاعبين يطوروا بيأهرك شوف راحة الطاقات وراح ريت اذا 63 ريت ابراح وفيتش اخترنا كورتو عنا حارس 89 بس كورتو بصير 96 يعني ممنوع يسجل مرمانة والله شكل لح اخد كورتو واخلي 96 تعال تعال كورتو اذا كورتو بطاقات 3 وقهر 96 ريت حسب وزنه صار 16 لعب مع براح وفيتش خلينا نعمل آخر لعبين عشوائيين ونشوف الوضع ايه يا بنا ايذن cdm نحن بحاجة هذا المركز انه يطلعنا لعب تقيل بالوزن cdm cdm رودري طويل كتير صح انه نحيف بس يا اخي طويل يا اخي 82 ريت حلو حلو بيلعب معنا لانه ما بينزر ريت وغير خمسة فقط 82 كيلو ايذن رودري حلو حلو رودري ليس بات تعال يا منسيتي تعال يا قواردي تشاميونز ليكر دوري ابطال زائد 83 برازيلي رودريغو راحت طاقتك يا رودريغو هذا نحيف رودريغو 64 كيلو يا ساد السلسة و اصبح خلص ما عاد سلسة اذا اضعف لعب بفيفا 64 يا اخي فريم بونغ ورودريغو من اجمل اللعبين اللي بتعاقد معهم بالشلط الجزائي منتفعله 120 يلا بنعرف نحنا بنعرف اللعب الاصلي بناتهم خلاص بالتشكيلة ورجع لكم هيا بنا طبعا هاي اللحظة مهمة جدا بتعاقدات لازم شارككم ياها الكبير هاري ماقوير وصل لنادي 99 ريت لحظة يتنمر على ماقوير لأنه الثلاجة صار إلها شغل بالملعب يا جماعة هيا بنا 70 ريكا 81 رودري رابيو بايت التراوري إيبرا 99 وهون عندك 83 لاعب فول كرو على ما أعتقد بما أنه مدافع 99 ومهاجم 99 وحالس 96 أنه نجيب نتائج حلو وممكن نجيب موهل لدور الأبطال ليش لا هيا بنا دعنا نشوف فريق الأوزان الثقيلة هل رح تكون نتائج ومن الوزن خسارة مع ويسهم بالكاس فيزنا 31 مان سيتي دعنا نشوف هاي المباراة مخياسة يا جماعة تعادلنا مع المان سيتي يا إلهي على هذا الفريق ليتز يونايتد فيزنا 31 بالكاس فيزنا يعني هؤلاء يطحنوا الفرق طحن يا جماعة بأوزانهم نيو كاسل فوز ثلاث في مركز بإذن الله في مركز جاي شاهد هذا شهر لحد الآن ثلاث انتصارات أربع انتصارات ولا خسارة وشهر مع تشيلسي فوز يا إلهي هل مناخذ الفريمرلي أرسينال وليفربول وربع طفزنا على أرسينال 31 خلينا نشوف مباراة ليفربول خسرنا 2 1 نعم إذن الموسم انتهى وعلى وعلى تجلبنا مركز حلو لأنه كانت النتاعج جيدة جدا مركز خامس أهلا يفارك ثلاث نقاط 77 كنا قريبين جدا جدا من مركز ثاني تشيلسي فقط 6 نقاط بيننا وبين مركز ثاني رائعين جدا بالكؤوس مامشين نشوف احصائيات التشكيلة شو اللي عملوا إبرايم وبيتش مع هذا الواجب الألماني الكبير اللي جمناه من فيردور بريمن إذا متر ما شايفين 20 هدف 16 سيس 22 هذا فعب الداعش السيس سيس سيس وطاش كلين شيت ماذا هذا تلاج من نوع آخر هذا تلاج نوع معه تأمين 4 سنين كورتو الداعش كلين شيت يعني ما غير مشارك بالكلين شيت أكثر من كورتو ما بعرف كيف ايضا بالموسم الثاني عالنا مجموعتنا فيها برا وأثنس وسيون باليوروب هل هي بعد ليفربول بفارق نقطتين نفس اللاعبين نفس الريتات تشكلهم هاي السنة عاملين شغل حلو باليوروب بلي خوال مجموعة ويدون أي خسارة هل مناخد اليوروب بلي رح نشوف خلينا نشوف خصمنا رح يكون 24 تعدلنا واحد واحد هل رح يكون الخروج على 24 يا أبو كوريش اثنين واحد اتهلنا حلو جدا نمتازين إذن بالربع نهاي ضد أتالنتا اقتربنا جدا صراحة والفريق بدون أي تدخل عامل شغل خيالي فوز على أتالنتا بالذهاب والقياب هل منقدر عليهم المجموعة خمسة واحد ولكن هاي المرة ضد تشيلسي لا حمسوني أخذهم للنهاية جماعة خلينا نشوف إذن أوكرش ضد تشيلسي مواني ويونايتد ضد الدوري واليوروب بليك الفريق يوبلي بلاء حسنا بكاس إمارات ممشينا بالكاربا وكاب خسرنا بالنهاية مع تشيلسي لا لا فريقنا هاي السنة دمر الدنيا شوفوا إذا كانت نتيجة الذهاب سلبي رح حاول إلعب الإياب ورجعهم للمنافسة فزنا اثنين واحد والله ايمان هم بحاجتي والله ايمان هم بحاجتي هذا الفريق الوحيد اللي شوف كله أخضر كله أخضر ما في كلام التعهل بالنهاية ضد مانشيستير يونايتد إذا نحن أبطال الدوري بفرق سبع رقاط عن الوان سيتي في تطور للا نعم في تطور لبعض اللاعبين هذا اللي ساعدنا متل ما شايفين كون دي وصل واحد وثمانين في اللاعبين متطورين وفي لعبين بيرلوغرين دعونا نرى ماكواير كم هدف مسجل هذا شكله يلعب مهاجم 34 هدف و17 أسيست و20 كلين شيت حارس يلعب إذا اضطر أو لا شارك 61 مباراة كورتوا والطور لـ 97 طبعا هاري ماكواير يصنع كيف ما لا لا دعونا للعب هذه المباراة النهاية ضد مان يونايتد تاليسكام مع اليونايتد ألاوة أيضا موجود سهلة سهلة بإذن الله سهلة هيا هيا رودري بكاب ربي وصوها لـ 99 إبرا يموبيتش الجلا تسعب 90 يا جماعة وإبرا وبيخلط كمال المدمر مثلي على الخفة يا إله يالله بمعنو شكل المباراة سهلة تعال تعال بلا هذا المهاجم الألماني خلي هاري ماكواير هو مهاجم مع إبرا ونرى ما سيقوم هاري طبعا مننزل فريم بونج ونخلي كوندي قلب دفاع روح ماغوير ماغوير التلاجة واحدة هاري والله يا هاري ماغوير زلتان هاري ماغوير جابها الكبير جابها الكبير جابها الكبير هاري ماغوير 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 أخلط مانشستر يا هاري أخلط اليونايتد منتقم منه بطبقاته بعدما كانت صعبي إنه نجيبها شوف تحت الضغط حطها أرتو والله عالمي 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 عالم الهدف ماغوير ماغوير ماقوير اذا هادف عندك وبيتك 23 ماغوير خارق سوف نرى أين سوف يوصل بنهايات الأبطال الموسم انتهى و لم أرى أي شيء بدون أي تدخل دعونا نرى أين وصلوا بالأبطال بصراحة لا أعتقد أنهم أخذوا ولكن عن جد لم أرى أي شيء هذا الموسم اللي شفته أنا بالدوري اللي شفته أنا مضبوط أنه نحن بصلنا للنهاية وخصرنا يا جماعة خصرنا يا جماعة بالنهاية مع ليبزيك ثلاثة واحد على الليفر خمسة أربعة على ميلاد وستة أربعة على البارسا وإذاً 13 نقطة كنا نساوي مع اليوفي يا إله يا جماعة شو اللي صار خلينا نشوف الأحصائيات صعب جداً أنك تتوقعت ماروة 2018 إبرايموفيتش ومين كان لسه عنا بجيب أرقام ماقوير خلينا نشوف أرقام ماقوير خمسة ثلاثة ثلاثة نعم إذاً هاي هي قوة فريق أبو كرش أعطونا أفكاركم للحلقات القادمة واشترك هلا بالقناة الكل يكتب تعليقات ماقوير الثلاج الأصل ترجمة نانسي قنقر